موسيقى أهلا بكم من جديد ومحور حلقتنا هذا المساء ماذا تريد إسرائيل من دولنا العربية سعدني أن أرحب بضيفي في الأستوديو دكتور محمد المصري مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية دكتور أهلا ومرحبا بك معنا في بيت للكل وهذه الإطلالة عبر الشاشات في دولنا العربية في جمهورة مصر العربية وكذلك في العراق في المملكة الأردنية الهاشمية وفي فلسطين ونحن في سلسلة حلقات منذ بداية هذا العدوان نتابع عن كثب كل التطورات المتعلقة بهذه الحرب ولكن في هذا المساء نريد أن نخصص أكثر حول المطامع الإسرائيلية وماذا تريد دولة الاحتلال من الدول العربية من دولنا مجتمعة وإفرازات هذه الحرب بخصوص هذه الدول خلينا من خلال برنامجك الجميل برنامج بيت للكل أن نوجه التحية لكل شعوبنا العربية ونخص بالذكر القائمين على البرنامج بالمنك الأردنية الهاشمية وجمهورة الوصول العربية وإيضا الجمهوري العرقي الشقيق وشعبنا الفلسطيني في كل مكان هذا البرنامج لدخل كل البيوت العربي وقدم الاحترام لكثير جدا من أبناء شعوبنا خاصة حينما كانت طرق لعداته وتقاليده وثقافته والتي كانت متشابهة ونا تابعت كثير من الحلقات وكان لشرف النقرج في بعض الحلقات وكانت الحلقات مميزة جدا خاصة أنها تقرب القلوب وبنفس الوقت أن تكون إن شاء الله تجربة ريادية كمقدم لبرنامج عربي مواحد وكانينا أستذكر كمان لأنه طالما نتحدث عن القدس اليوم وعن شعبنا الفلسطيني أنه في اليوم الأول الذي انطلق في البرنامج كان هناك صوت مضيع أردني اسمه حازم قال يعني من هنا من القدس الأرض يعني بوابت السلام بوابت من الأرض إلى السماء مروا كثر من القزة وبقية القدس شامقة وأنا أقول لك القدس ما زالت شامقة اليوم نحن نمر في تقريبا اليوم الثاني بعد المئة في العدوان على الشعب الفلسطيني هذا العدوان الذي انطلق من 7 أكتوبر العام الماضي وحتى الآن كثير من الأمور جرت المياه كثير جرت وبالتالي يجب أن نبتعد كثيرا عن اليوم فقط 7 أكتوبر لكن يجب أن نعود بالخلف أولا إحنا تاريخ صراعنا مع الاحتلال لم يكن في 7 أكتوبر نحن مر علينا 75 عام من الهجرة من سنة 1948 وأيضا الآن تجاوزنا 56 عام من الاحتلال في عام سنة 1967 وبالتالي تهجرنا في 48 ونزحنا في 67 ولذلك شعبنا اكتوى ورئيسنا قال لن نكرر التجربة لأنه كان أول اللاجئين سنة 1948 من صفض ويقول دائما هذه التجربة كانت كثيرة مريرة على شعبنا وبالتالي لن نكررها صمت شعبنا في الميدان بالرغي من الدم والقتل والتدمير والتهجير وأيضا ثبتت قيادتنا على موقفها المتمسك بأنه لا للتهجير مهما كلب الثمن وساعدنا أخوان العرب بصراحة الجو سياسي الموضوع المصري الموضوع الأردني المصريين الأخوة المصريين اجتمعوا وقالوا أنه هذا يمسي الأمن القوم المصري والأخوة في الأردن جلات الملك قال أنه هذا عمل عدواني على الشعب الفلسطيني لأنه التهجير كان مستهدف في كل شعبنا إن كان بالضفة أو في القطاع وأولا بالضفة لأنه أطمع دولة الاحتلال هنا ما يسمى فيه ودى بالسامرة والمعرك الاستراتيجي هنا ماذا تريد إسرائيل أن تصل رسالة إلى الفلسطينيين أولا والدول الطوقين جزي التعبير الدول العربية أيضا وما الأدرار الحاصلة أيضا من هذه السياسة المتراكمة من قبل دولة الاحتلال على هذه الدول ما قبل 7 أكتوبر في 6 أكتوبر لو عدنا كان في مشاهد واضحة في الضفة الفلسطينية تدخلات يومية بالقدس والاعتداءات على مصليننا أيضا اعتداءات على أسرانا من قبل بن جفير وشرطته ونتعرف أخي خميس بأن الأسرة والمصرة بالنسبة للفلسطينيين مقدسين صحيح الجانب الثاني اعتداء على نسائلنا حرارتنا في الخليل وقلعوا ملابسهم أبنائهم أطفالهم وأيضا اعدامات في الشوارع تعديات على الأراضي استيطان متوسع اقتطع الأموال المقصة سرقة أموالنا بخرج نتنياه في الأموال المتحدة بخارطة طولة الاحتلال ولا وجد فيها أي كلمة فلسطينية قطعية بما في حتى قطاع غزة وحصار 17 عام على قطاع غزة وهذا الأمر كان موجودا هذه مركز 10 أكتوبر كانت هي ردة فعل على نكباتنا التاريخية وهذا ما قالوا الأميل العام الأموال المتحدة أنه ليس من 7 أكتوبر ابتدأ الظلم والعدوان بالعكس هو من 48 اليوم نحن والشعب الفلسطيني نصار مدين في الميدان لدينا بالضبط 24 ألف شهيد وكسر ونيف ولو قلتني قبل شوي بعد خمس ده بيزيد الرقم وعندنا 7 ألاف مفقودين تحت الأنقاض وتحت الأنفاق ومن لم يعود من المستوطنات الذي دخل في 7 أكتوبر لدينا تقريبا 60 ألف جريح لديهم فيهم أكتر من 30 ألف معوقين والذي سبقهم 115 ألف طبعا معوق ما قبل المعارك السابقة والعدوان السابق نحن نعيش في كارثة إنسانية إلى جانب هذا شيء مهم جدا التدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة لأنك تحدثت عن التهجير التهجير القصري قد فشل صحيح ولكنه بعد وقف العدوان في اليوم بالتالي سيعود المواطن الغزة إلى مكانه ويقول إنه لا يوجد بيت لو وجد شارع لو سكن ولا مدرسة ولا جامع ولا جامعة ولا كنيسة قومات الأساسية للحياة مفقودة وبالتالي إلا من نقم نحن كفلسطينيين ونتداعي جميعا على رأس القيادة الشرعية وكل الفصائل بما فيهم أخواتنا في حركة حماس يعرفوا تماما بأن المسئولي جمعي ولا أحد يقصى الآخر ونهدى جميعا بحكومة ائتلافية موجودة بين بعضنا البعض بدعم عربي وغطاء شارعي لإيواء وإغاثة الشعب الفلسطيني بشكل سريع سنكون إحنا أجرمنا في حق أنفسنا وحق شعبنا إذا ما أردنا نتحدث بالشق الإسرائيلي من ضمن الخسارات أيضا التي خسرتها إسرائيل الأصوات التي كانت تدعم باتجاه الانفتاح على دولة الاحتلال من الدول العربية أو حتى بشكل عام التوجهات العالمية التي كانت تدعو لهذا النوع من التعايش والسلام وما إلى ذلك الآن أمام هذه المعطيات الجديدة ومحكمة العدل الدولية وجرائم الإبادة المجازر الجماعية كيف تغيرت الصورة؟ شوف لو قيمنا بعد مئة يوم مش مئة واثنين يوم خميس وانت ذكرت يوم 11 وحد هذا اليوم التاريخي يوم محاكمة صحيح الدولة الفاشية في لاهاي هناك كانت محكمة وكانت الأعلام الفلسطيني الموجودة وكانت لاهاي هي أحد المدن الفلسطينية والعواصم الأربعة التي تشني عدوان على الشعب الفلسطيني الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا فرنسا ألمانيا والذي حرم ورفع العلام الفلسطيني الإعلام الفلسطيني رفعت فيه أكثر ما رفعت في الدول العربية وبالتالي رأينا المظاهرات كيف كانت تحولات كبرى على رأي العام العالمي بس خلينا نقيم بالسلسل بعيدا على الجانب الإنساني اللي تحدثنا عنه اللي هو مؤلم جدا جدا وجميعا نشعر فيه وإنه هذه قسارة كبرى لكل واحد يجرح فلسطيني فما لك لم يكن بيننا مئة ألف يحب بين جريح وشهيد ومعوق وبالتالي هذا شيء كارثي لكن على الجانب الآخر الجانب أقول لك الإنساني والأخلاقي نحن هزمنا الرواية دولة الاحتلال عبر قم سبين عام في هذه المعركة كنا موحدين وخرجت الوثائق وخرجت الصورة بالصوت والصورة من قطاع غزة وكيف يكتب من الإجرام باغتيال الأطفال بعيدا هذا الكلام اللي بيروجه في العالم أنه يقاتلوا فصيل هذا كلام غير صحيح هم يقاتلوا من أجل شطب الهوية الوطنية الفلسطينية ومؤسسة الشرعية حتى مش بس الهوية الوطنية لأنه الأدب من المعركة اللي يكون هناك ممثل للشعب الفلسطيني ويتعامل معنا كقطعان كمخاتير كبلديات كلجان ولكن ليس كجسم شعبي لأنه ممثل شرعي ووحيد يتطلب منهم أن يدفعوا استحقاق سياسي على الجانب الإعلامي شوف الدش الرواية الفلسطينية التي نقلها التلفزيون الرسمي حتى هذا الكلام فيها لأنه أنسن الأحداث في دقل قطاع غزة شوفنا كمان نحن التلفزينات صحيح بثت الصورة ولكن كنت تركز على الجانب العنيف والقتالي صحيح نحن ركزنا على الجانب الإنسان الإنساني نحن في موطننا بحرية واستقلال والجانب الآخر القانوني والأخلاقي فشلت الإدارة الأمريكية أن تحمي دولة الاحتلال أمام المحاكم الدولية ولكن حدث ما حدث ونقول أنه في تطور كبير جدا حتى في المنطقة العربية أقول لك هذا البرنامج الذي يقدم لأربع دول أقل شيء طبعاً ما تشوفوا الدول العربية الأخرى هذا البرنامج الكريم الذي أنت تدخل فيه بيوتنا عربية حصل تطور كبير جدا وهناك تشابه كبير بكل الناس حتى في المواقف السياسية الأخوة العرب لا يقتلفون في السياسة ماذا نريد من مواقف سياسية زاء هذا العدوان المستمر وقد انكشفت النواية الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة على أقل تقدير هي واضحة منذ احتلال فلسطين منذ النكبة والتشريد والمجازر مروراً ب67 والانتفاضة الأولى والثانية هي ممكن كانت الفترة الانتقالية فترة توقيع اتفاقية السلام ولكنها لم تدم طوياً كان يطرد في 1999 أن تنتهي المرحلة كلها وتقام الدولة ولكن استضمت بعقبات وعراقية الكثيرة كلها إسرائيلية الآن المنظومة العربية بشكل عام سياسية الرسمية ما هو المطلوب منها أمام النواية الحقيقية الإسرائيلية في أنه تنكر لكل شيء لكل الحق الفلسطيني والفلسطيني هو بين مزوجين ستعمل معه بدونية هو لا يستحق العيش اقتلوه احرقوا الفلسطينيين دمروا الفلسطينيين وما إلى ذلك سؤالك الأول كان ماذا تريد دولة الاحتلال من دولنا العربية والآن العكس بشكل واضح جداً كانت تريد أن أتركوا موضوع الفلسطين هذا الشأن داخل بنعالجه بنحله قليلاً نقيم علاقات سلام سلمية وبعد ذلك بنعالج القضية الفلسطينية ضمن المجهود العام بتدخلوا فيها وتصلحوا للمنطقة بتحلوها ولكن بعيداً عن موضوعة لا استقلال ولا حرية ولا الشعب المستقل يريد أيضاً دولته هذا الكلام كان موجود والإخواننا العرب جزء منهم يراحوا باتجاه عقد تسويات سياسية من أجل يعني تقدير إما مصالحهم خاصة أو ظروفهم ونحن الآن مش مدد يعني نكح الجراح لقول ذلك أنه هذا أساءل لأنه ولا قضيتنا وأضعفنا ولكن هذه المعركة بالتحيط بعد ساعة 7 أكتوبر شو ثبتت؟ في المنطقة العربية أولاً بأنه الفلسطيني أصبح ذات أولوية وقضيته على أجندة دولية من المتحدة الأمريكية لأصغر دولة في العالم إنه إلا لم تكون هناك دولة فلسطينية وعلى فكرة هذا ليس كلامي كلام السيد الرئيس في آخر قطاب في الأمم المتحدة قال واهم من يعتقد أنه إذا هناك في استقرار وأمن بالشرق الأوسط بدون ما يكون في دولة الشعب الفلسطيني حسب الشعب الدولي بيكون يعني وحل سياسي شامل اليوم من في المجتمع الدولي بما في الإدارة الأمريكية وإن كانت طبعاً إعلامياً يعني كثير تتحدث في الموضوع لا يتحدث عن قيام الدولة الفلسطينية آخر تصريح له بلينكين هذا بلينكين اليهودي الذي قال عن نفسه ذلك إنه إذا كنا نرغب دولة الاحتلال أن تحقق اليوم الثاني بيكون حلم إلها إذا هذا كلام لن يتحقق إذا بدأت تفكر تعزل إيران بين المزدوجين في المنطقة عليها أن تنصق مع الدول العربية من أجل خروج لمصر سياسي يؤدي لدولة فلسطينية حتى تعيش دولة الاحتلال بسلام هذا كلام بلينكين اليهودي مش كلامي أنا وأيضاً أنا متأكد تماماً في المنطقة العربية بدل أخوان العرب جميعاً يدركوا بأن هذه القضية بات عليها حل أولوي ونحن لنا تجربة واللقاء السوداسي الذي تم في عمان مع بلينكين وزير خارجية الأردن ومصر وقطر والأمارات والسعودية والأقهب جهاد حسين الشيخ المنصر التنفيذية قالوا كلمة واحدة أوقفوا العدوان عن الشعب الفلسطيني ارفع الحصائل من قطع غزة افتحوا مصارات إنسانية غاثية ومستعدين نروح معكم باتجاه تسوية سياسية على أساس قرارة شعبية دولية نحن نريد اعتراف أخ خميس بدولة فلسطين سريعاً ومن ثم نتحدث عن مضوى المؤتمرات الدولية هذا موقف القيادة السياسية هذا موقف فصائلنا هذا موقف شعبنا موحدين وهذه هي معركتنا كلياتنا والمعركة المنطقة العربية كلها لأنه إحنا اليوم أسياد أنفسنا وقدرين أن نؤمن المنطقة بسلام واستقرار إذا انتبهنا بأنه هذه قضية واحدة وقضية فلسطين ما زل قضية كل العرب من حكامهم وشعوبهم ولكنها عادت إلى الواجهة صحيح يعني أو في الفترة الأخيرة بسبب انشغالات العربية هموم داخلية ولكن الآن هي تتصدر المشهد عربياً ودولياً شكراً جزيلاً لك الدكتور محمد المصري مدير المركز الفلسطيني البحوث ودراسات الاستراتيجية على المشاركة معنا في بيت للكل شكراً جزيلاً شكراً لك وتعياتي لكل مشاهدينك الكرام أنا وصلاً